في قطاع غزة المحاصر إذن ارتفعت حصيلة شوداء في قطاع غزة إلى أكثر من أربعة وثلاثين ألفا وستمائة وخمسين بينما وصل عدد المصابين إلى نحو ثمانية وسبعين ألفا وفق ما أفادت وزارة الصحة في غزة أكدت الوزارة أن الاحتلال ارتكب ثلاثة مجازرة في القطاع راح ضحياتها اثنان وثلاثون شهيدا واحد واربعون مصابا خلال الساعة الماضية مش هدين الحديث أكثر حول التطورات الميدانية والعسكرية في قطاع غزة المحاصر والتهديدات الإسرائيلية باشتياح رفح ورحب بضيفي هنا في الستوديو اللواء المتقاعد الباشا هلال الخوالدي الخبير العسكري والاستراتيجي باشا أهلا وسهلا بك في برنامج أخوار صبواتك ألف عافية اليوم غزة على مفترق طرق يامل وصول إلى هدنة مؤقتة بما يريده الجانب الإسرائيلي أو وقف الحرب بما تريده المقاومة الفلسطينية بمطالبها المشروع بكل تأكيد أو تهديد إسرائيلي باشتياح رفح اليوم إذا ما تم التوصل إلى وقف لهذه الحرب في قطاع غزة تقييمك العسكري بكل موضوعية من الذي انتصر حتى يومنا هذا لا أقول انتصر أو الأقل حقق أعلى الشروط التي من المفترض أن تكون قد تحققت بالنسبة لدولة عظمى تمتلك كل هذه القدرات العسكرية وبالنسبة إلى تنظيمات فلسطينية مقاومة موجودة في شريط ضيق لا يتجاوز 360 كم شكرا جزيلا لحظنا المجازر هي منذ اليوم الأول والجيش الإسرائيلي يعني مع كلها البلغات ومع كلها البيانات التي تصدر على الجيش الإسرائيلي سواء في القيادة العسكرية أو حتى على المستوى السياسي أنهم استطاعوا إنهاء الشمال وإنهاء الوسط ومن ثم اتجهوا باتجاه الجنوب ولا يزال نتنياهو ومجموعته لغاية اليوم يستخدموا الهجوم على رفح أو اشتياح رفح كوسيلة سياسية وحتى ضغط عسكري ولكنه لاحظنا في الأيام الأخيرة حتى في قبل أسبوعين هو اشتداد هذه الهجمات على الألوية الموجودة على ممرنة سريم على هذا الطريق الفاصل شمال غزة عن جنوبها وبالتالي هؤلاء اللوائين الاحتياط يعني صار عندهم إصابات في هذه الأيام وهجمات كثيرة واستهداف بشكل مستمر وهذا يدل على أن قوات المقاومة موجودة في كل مكان وليست كما يقول أنه تم مناء الشمال والوسط والجنوب وهذا اللي كان يقلق الجيش الإسرائيلي هذا الجيش الكبير الذي يمتلك كل الإمكانيات والطائرات المسيرة وإمكانيات سلاح الجو وكل أنواع الذخائر التي موجودة على الأرض أيضا استخدمت وكل أنواع الاستخبارات وأيضا بمساعدة دول كبيرة للحصول على هذه المعلومات لا يزال لا تزال قوات المقاومة قادرة على إيقاع خسائر فيها وأخرها اليوم ومن ثم أيضا استهداف حتى شرق خان يونس وحتى التدخل في قوات الجيش الإسرائيلي المتجمعة شرق رفح وهي جاهزة أو حتى في عمليات التحضير كما يقول للهجوم على رفح وبالتالي هي قادرة على رسال رسائل التدخل في القوات الجاهزة للهجوم وأيضا التدخل في القوات اللي موجودة في الداخل التقييم العسكري لغاية الآن الجيش الإسرائيلي وهم مقتنعون ترى الجيش الإسرائيلي مقتنعون منذ الشهر الثاني كان يرسل رسائل من الأمام إلى الخلف لمستوى السياسي يجب تعديل هذه الهداف يجب تغيير هذه الهداف يجب التغيير الاستراتيجية على المستوى العسكري الاستراتيجي يخططوا شكل والسياسي يخططوا بطريقة أخرى وكل منهم يضع اللوم على الطرف الثاني هذه الخلافات ظهرت في إدارة الحرب ظهرت في إدارة الحرب بحسب متابعتك صحيح باللاحظ أن نتنياهو كان يغرد لوحده ويحكي لوحده ومصر دوما وأفشل عدة مرات لعمليات الصفقات المختلفة وبالتالي لا يزال نتنياهو له رأي مختلف وزير الدفاع وقائد الجيش لهم رأي آخر أيضا حتى الإدارة الأمريكية التي تساعد وتدعم هذا الكيان أيضا لهم رأي آخر خاصة بما يخص رفح وبالتالي هذه المستوى العسكري ومستوى السياسي الاختلافات التي حصلت بينهم أثرت حتى على العمليات هناك إصابات كثيرة وهناك سحب لألوية وسحب لقوات حتى ممر نتسريم أنا أعتقد عاجلا سيتم سحب هذه القوات لأنه استراتيجيا عندما تضع قواتك في منطقة ويعني مش متحركة هذه القوات قوات ثابتة ما عليها إلا تلقى الضربات وتقوم بعمليات دفاعا نفسها فقط يعني لاحظ ضربات من الجنوب ومن الشمال أيضا بشكل مستمر مدينة غزة ومن الوسطى بشا في هذا السياق قد يسأل البعض وبكل موضوعيا نتحدث اليوم ما الذي حقق الجانب الإسرائيلي من كل الأهداف التي وضعها منذ حوالي سبعة أشهر لا تم القضاء على المقاومة الفلسطينية لا سلطويا ولا حتى عسكرين هذا واضح وجلي ولم يتم تحرير أسير واحد بالقوة العسكرية ولم يتم أيضا فرض شروط التنازل أو اغتيال قادة بارزين في المقاومة الفلسطينية كيحل السنوار ومحمد الضيف غيرها من هذه أسماء قادة الفصائل الفلسطينية إذن ما الذي يحقق الجانب الصئيلي؟ أي دولة في العالم تمتلك قضاة عسكرية قادرة على إحداث الدمار المدني الذي حدث في غزة هذا يعتبر إنجاز أم هذا؟ ليس إنجازا يعني لم يحقق الجيش الإسرائيلي شيئا من هذه الهداف التي وضعت من السياسيين أيضا لم يحقق إلا سوء السمعة وارتكاب المجازر والقتل وأيضا حتى تخلي المجتمع الدولي عنه والآن لاحظنا أن كل المجتمع الدولي والجامعات والعالم والحراكة اللي قاعدة يصير كله ضد هذا الكيان وكله ضد هذه التصرفات وبالتالي هذه الكيان لم يكسب إلا السمعة السيئة هذا الجيش لم يزداد إلا سمعة سيئة وحتى يعني لا يهتم في كل القوانين الإنسانية الدولية وبالتالي هذه الدولة حتى حاليا يعني يقال أنه سيطلب بعضهم أيضا لمحكمة الدولية فإذن هي زادت سمعتهم سوءا وهذا الجيش أيضا منذ اليوم الأول انكشف انكشافا استراتيجيا بحيث كانت الاستخبارات غير فاعلة الجيش لا يعرف شيئا عما يدور كانت هناك حمليات ارتباك في البداية والارتباك حتى في وسط الحرب حتى في عمليات سحب القوات وعمليات القوات الكبيرة التي كانت حول خان يونس وحتى حول مدينة غزة وفي غربها وشرقها كل منطقة يخرج منها يعودوا إليها قوات المقاومة بشكل سريع ويقوم باستهداف هذه القوات والكمائل المختلفة يدل على أن هذا الجيش وقع بمصائب كبيرة وانكشف انكشافا استراتيجيا على المستوى الاستراتيجي ومستوى حتى العمليات والتعبوي يعني هناك أصبحت مشاكل كثيرة سحبت ألوية كاملة لأنها أنهكت وتعبت هذه الألوية وحصل فيها خسائر كثيرة الآن في بعض الألوية يعاد تدريبها آليات بالألاف أو بالألاف آليات سواء ثقيلة أو خفيفة أسلحة كثيرة استخدمت من داخل إسرائيل ومن خارج إسرائيل ولم تحقق كل هذه الهداف فهذا الجيش وهذه الهجبة الهمجية على قطاع ضيق وعلى سكان يعني شبه أعزل هذه القوات إلا أنهم لم يحققوا شيئا حتى أنهم مقتنعين في ذهابهم إلى رفح وإذا أصر نتنياهو لذهاب إلى رفح سيكون مثل مصير خان يونس أو الشمال سيصلوا إلى رفح ويدمر ما يدمر ويرتكبوا المجازر ويقتلوا أكثر من المدنيين يعني العالم كله يعني غير موافق مع هذا لكنه لن يحققوا ولن يجدوا الأسرة ولن يحققوا أي شيء من الأهداف لغاية العالم أنت في سياق قلامك عن رفح كنت تحدث أنه تهديد سياسي ليس عسكري؟ ليس هناك نواية واضحة باعتقادك لنتنياهو وهدف استراتيجي له باشتياح رفح والسيطرة على مسميه محور فلاديلفيا الاستراتيجي كما يقول ويدعي لقطع الإمدادات على المقاومة الفلسطينية المتابع المستوى السياسي والمستوى العسكري الإسرائيلي منذ شهرين تقريباً وشوية وهم يصرحوا كثيراً وهذا يعني بالمهنية العسكرية والجيوش المحترفة لا تصرح دوماً عن عملياتها المستقبلية بهذا الشكل وبالتالي أنا فهمت من هذه التصريحات العسكرية دائماً نحن جاهزون نحن جاهزون وعدنا الخطط واستمع نتنياهو إلى الخطط وهكذا بالمهنية العسكرية يعني الجيوش لا تصرح عن عملياتها المستقبلية إلا إذا كان هناك هدف سياسي وراء هذه التصريحات وهو هذا هو الموجود نتنياهو كان يصرح سأذهب إلى رفح أي لحظة وكلما يحصل هناك هدنة أو حتى محاولات دولية سأذهب إلى رفح وكأنه يبتز العالم ويضغط على شعبه حتى في الداخل وحتى أن نتنياهو من خوفه على انهيار الاتلاف السياسي واتلاف الحكومة دائماً يصرح وحتى تصريحاته اليوم أنه سأذهب إلى رفح سواء بهدنة أو بدون هدنة هو خوفه على الحكومة أن تنهار لأنه هناك تهديدات من الوزراء المتطرفين في هذه الحكومة إذا أوقف العمليات على رفح ستنهار هذه الحكومة وبالتالي أنا فهمت أن نتنياهو لن وقلتها أيضاً قبل أسبوع أو أسبوعين نتنياهو لن يهاجم ولن يشتاح رفح إلا إذا أنهى كل أكاذيبه وكل ألاعيبه السياسية وحصل على مكاسبه التي يرغب في حصول عليها سواء بالضغط على أحماس والحصول على هدنة ممكن تكون مرضية إله وللشارع الإسرائيلي وتكون مريحة لجيشه الذي أنهك حتى هذا الجيش والذي يرسل رسائل أنه إذا سمحته صحيح نحن جاهزون ولكن ستكون مكلفة والعسكريين دائماً في تقاريرهم الاستخبارية وفي إجازاتهم المختلفة هم يحكوا صحيح لكن السياسيين دائماً يكون مطالبهم أعلى وبالتالي أنا أعتقد أنه كانت رفح تستخدم سياسياً أكثر منها عسكرياً لأنه من ناحية المهنية الجيش لا يصرح فكانت تصريحات الجيش شبه إسبوعي قد يسأل سأل ما الذي يريد الاحتلال من رفح دعنا نقول بعيداً عن موضوع أداة سياسية والاستغلال السياسي لقضية رفح ولكن عسكرياً إذا ما دخل رفح لماذا يتحدث عنها كأنها إذا دخل رفح وستطع الانتصار وقدر على المقاومة إلى غير ذلك ودخل خانونس دخل مدينة غزة دخل بيت حنون دخل بيت لا هي دخل جباليا ولم يتغير شيء يعني هي تصريحات وهي للداخل الإسرائيلي وكأنه يقول وعلى فكرة هو يقول أن هناك أربع كتائب لا تزال موجودة داخل رفح حدث 12 ألف مقاتل هو هو يقول تقريباً أربع كتائب لا تزال موجودة هذه الكتائب عندما تقول إذا فعلاً صحيح كلامه ما يقوله تكون في منطقة ضيقة حوالي 64 كيلومتر مربع ويعرف المنطقة جيداً وبكامل قوتها عسكرياً أنا أقول تحتاج إلى تقريباً 6 إلى 8 ألوية حتى تستطيع السيطرة عليها لكن بالضغطات العالمية والأمريكية والمجتمع الدولي وحتى الإقليم والعرب والعالم كله وبساوي بالاكتظاث السكاني داخل رفح سيحتاج إلى قوة أكبر وسيحتاج إلى طريقة أو أسلوب آخر عن المتعارف عليه في اجتياح المدن أو القتال مناطق المرية حتى أسلوب مختلف عن ما حدث في خان يوليس وفي الشمال وبالتالي هذا اللي خلهم يترددوا كثيراً لأنه ستكون خسائر كبيرة بالإضافة إلى اقترابهم من الحدود المصرية والتوتر السياسي والعسكري الحاصل على الحدود المصرية لأنه سيكون في منطقة دال وهذه المنطقة يمنع وصول الجيش الإسرائيلي إلى هذا حسب اتفاقية كام ديفيد وبالتالي هناك أسباب سياسية وأسباب عسكرية بالإضافة أنه ستكون خسائر كبيرة ولذلك الجيش متردد لأنه سيكون إذا اضطروا لاجتياح رفح مستقبلاً المقصود منها فقط هو صنع نصر داخلي للمجتمع الإسرائيلي لكنهم لن يجدوا الأسرة وسيقتلوا بعضهم إذا كانوا موجودين بالإضافة أنه قوات المقاومة إذا لاحظنا في الأيام السابقة كان عندهم قدرة على الانسحاب واتجاه باتجاه الشمال والوسط والظهور في الشمال والوسط والجنوب وأطلاق صواريخ واستهداف حتى القوات خارج الحدود اليوم استهداف قوات خارج الحدود شرق مدينة خانيوس وشرق رفح في رجوم أو في وسط الهاونات الثقيلة وحتى أسلحة الميب في الهداف التي كان يضحها نتنياهو باشا في هذا السياق كان يقول سوف تبقى غزة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية هل هو قادر على تنفيذ هذا الأمر؟ هو بحسب متابعين كان يقصد بذلك أنه يريد أن ينفذ أي عملية عسكرية أينما أراد في أي وقت أراد كالضفة الغربية يشتاح مدينة نابل الجنين يختال مجموعة من مقاومين ثم يخرج هل هو قادر على تنفيذ هذا التهديد في قطاع غزة أم ماذا؟ شوفوا حاليا إذا حصلت الهدنة إذا حصلت الهدنة سيكون هناك بعض العمليات لكن يعني عبارة عن إغلاق قطاع غزة وإغلاق القطاع كامل يعني يسيطر من الجو ومن الأرض على الحدود فقط ويقوم بعمليات احتمال أن تكون عمليات قنصة وعمليات حتى لكن خارج الهدنة لأن الهدنة هذه شروط المقاومة سيكون عليها ضمنات دولية وهذه الضمنات لن تستطيع إسرائيل على اختراق هذه الهدنة كما اخترقتها في السابق أو لن تستطيع القيام بأي اختراق إلا إذا اختلقت كذب أخرى كما اختلقتها في الهدنة الأولى عندما قالت أن المقاومة اخترقت الهدنة وقامت بالهجوم مرة أخرى هو عسكريا قد يستطيع عسكريا السيطرة لكنه لن يستطيع الدخول إلى غزة مرة أخرى بقوات جديدة لأن قوات المقاومة لديها القدرة السريعة على إعادة تنظيم نفسه وإعادة السيطرة والقيادة والسيطرة يعني أسليب بدائية بسيطة لكنها قادرة على إرسال وعلى توزيع العمليات وعلى إرباق قوات الجيش الإسرائيلي في أي مكان يكون موجود فيها أنا أريد أن أشكرك جزيلا شكرا على كل هذه التفاصيل المعلومات الباشا إلى الخوالدة الخبير العسكري والاستراتيجي شكرا جزيلا لك بالبحث شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا اشتركوا في القناة